يا ليتهم كانت ديكتاتورية ولكنها ديكتاتورية رجال حقيقيين قادرين يبنوا البلاد كان الناس تتحمل يقول لك شوف هذون ما هم شتركين الحرية معنا الصحافة حرة معناش ولكن رهم يحاولوا يخدموا البلاد مكانش حتى طريقة بومدين اللي يحبوا مرات يجيبوها مكانش حتى الفترة التعبو مدين اللي فيها انتقادات شديدة عليه في مجالات كثيرة لكن على الأقل كانت هناك محاولات محاولات للتعليم المجاني والصحة المجانية ومحاولات بعضها فشل بعضها نص نص الآن كله فشل بالحقيقة لكن كانت هناك محاولات وكانت الأيام ستينات والسبعينات أغلبية العالم يدار بالدكتاتوريات أما الآن فلا كانوا قادرين الدكتاتورية ومتطلباتها وأقل شيء فيها تكون يكون عندنا صين دكتاتورية لكن نشوف الاقتصاد الصيني الآن سيتجاوز هذا العام أو العام اللي جاي كان يقوله 2030 لكن الأخبار المتجددة تقوله ربما خلال سنة سنتين سيتجاوز الاقتصاد الأمريكي دكتاتورية كوريا الشمالية ومجرم صاحبها وحاكمها لكنه صالح سلاح نووي نووي والروس الآن يعتمدون على السلاح الكوري الشمالي باش يردوا أو يستمروا في الحرب إيران دكتاتورية لا شك في ذلك وأجرمت خاصة في حق السوريين والعراقيين واليمنيين إجرام كبير جدا وفي حق الإيرانيين أولا وابتداء لكنهم صنعوا سلاحا وكادوا يصنعون القنبلة النووية وهم على أبواب يصنعوها إذا استمروا هكذا وإذا بالقوى الغربية تبحث على حلول معهم في آخر المطاف وحتى بن سلمان الذي كان يزعم أنه سيغزوهم أصبح يتذلل لهم تركيا ناس ما يقولش عليه دكتاتورية لأن فيه انتخابات هناك وستجري انتخابات بعد أسبوع من الآن ولكن فيه نوع من التحكم ما هو نوع من السيطرة لكن وصل أن يجعل من الاقتصاد التركي واحد من أهم الاقتصادات الصاعدة والأهم من ذلك صانعين بوارج حربية دبابات تمشي بالكهرباء طائرات الدرون تاحهم هم اللي يوقفوا بوتين لكي لا يصل إلى كيف فهؤلاء ما جاءوا دكتاتورية وخدموا والناس تتحملهم على الأقل في جانب معين بالمناسبة تركيا ارتفع فيها الدخل المعدل الدخل في العشرين سنة هذه أكثر من أربع مرات إذن ما جاءوا دكتاتورية أو شبه دكتاتورية أو حكم تسلطي واستطاعوا يصنعوا السلاح أو يصنعوا الاقتصاد أو ما جاءوا دول فيها شوية حريات هنا وهك نص نص وتمشي الأمور لا رديئين في كل شيء فاشلين في كل شيء ومع ذلك لهم أذناب وذباب يخلصوا من أموال الشعب الجزائري ما كاش إديولوجيا ما كاش قناعات فكرية يقدسونهم وهم يبعطوا أموال الشعب الجزائري